صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيما ذكر الإخوة كفاية ومقنع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهد لكن يا أخوانا الإنسان إذا قرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن حجج القرآن متنوعة مثلا من الحجج ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من مجادلة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه هذا نوع من أنواع المجادلة من أنواع الحجج أن يبين الله سبحانه وتعالى ضعف الآلهة التي عُبدت مع الله سبحانه وتعالى من أنواع الحجج أن يبين الله مصير الفريقين في الآخرة يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيله ودك الله يا أخوانا حجج تنفع الإنسان إذا أخلص قلبه لله سبحانه وتعالى واتهد في طلب الحق حتى ينجوم أمام الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا عز وجل قال في فواتح صورة العراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا أي في هذا الكتاب والقرآن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من الآيات الواضحة والحجج البينة والأمثال التي تبين الحق للناس اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ما تسأوليك أولياء من دون الله سبحانه وتعالى لكن يا أخوانا حال كثير من الناس ما حكاه الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قبل شوية شيخ أو بكر بيتكلم وبعدين بيبين في التوحيد بالأدلة والقرآن لا بينوبة لا بيطار لا مشورة في الناس أن يتطيبوا ولا غيره كويس واحد قالي أخد ما عنده كلام إلا البرعي أنت بدل تقول يا سلام ده أحسن كلام لأنه بتكلم عن الله سبحانه وتعالى بدل تفرح تقول تزعل لناسك كما حكى الله سبحانه وتعالى في صورة الأعراف عن قوم هد قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال له يا هد دعوتك دي كله نعبد الله برعه ونترك الآلهة مع الله سبحانه وتعالى ودالي أخوانا كان آلهتهم الأصنام التي يصنعونها كانت عبارة عن صور لرجال صالحين ما كان عندهم كاميرات وكذا يعني لقوا في الحفلات يا ترعفينة ويا فارس الحوبة وهم شون كده هم جكوا ما كان عندهم كان عندهم أحجار وأصنام بيصنعوها ويمثلوها في صور أولئك الصالحين ثم يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى ويطلبون منهم أن يقربوهم إلى الله جل وعلا بخلاف ما هو موجود اليوم من الشرق والضلال إن دائرين من الأولياء ما دائرين منهم يقربوهم لأله دائرين الأولياء ذاتهم ينفعوهم ويضروهم وربنا سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه وتعالى قال قل أتعبدون من دون الله ما لا ينفعوا ما لا يضروا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العلم ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قال العلماء الناس المشركين بأله يوم القيامة لما يخش جهنم بيمقة نفسهم ويلعن نفسهم ويكره نفسهم ربنا سبحانه وتعالى بخاطبهم يوم القيامة ويقول لهم أن إحنا في الدنيا لما كنا بنأمركم بالتوحيد فتكفروا بالله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل قال مقتنى لكم ونحن بندعوكم للإيمان وإنتم ما دارين تؤمنوا وبندعوكم للتوحيد وإنتم ما دارين توحدوا الله كراهية ربنا سبحانه وتعالى لكم في الزمان ده أعظم من كراهيتكم لنفسكم الآن في النار يا أخوانا ركزوا معنا أقول الغران ده بتظهر حاجات كثيرة فيمتى؟ زي الأعربية لما تدعي فريتا لو فيك أهربة مسربة بتظهر طواهي فيمتى؟ فهذا الشغل بتاعنا أي عاطل بتلقى واحد كورك بيجاي واحد بيجاي ده شغل القرآن ده كلام ربنا أقعد أقعد تحت أقعد كويس أقعد تحت قال له أقعد تحت فيمتى؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لهم مقت ربنا لكم لمن يدعوكم للإيمان والتوحيد وتكفروا بالله أعظم من مقتكم لأنفسكم وأنتم الآن في نار جهنم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوب الله فهل إلى خروج من سبيل؟ يا الله في طريقة نمرك من جهنم فهل إلى خروج من سبيل؟ ربنا قال لهم ما في طريقة ليه؟ ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم إذا دعي الله وحده معنى شنو؟ معنى ما تنادي إلا الله معنى ما تعتقد إن ولي بيسمعك أو بينفعك أو بيضرك أو بيعلم الغاب أو بيجيب الرايحة زي ما بيأصل الآن الصوفية على الإعلام السوداني وزي ما بكذبوا الصوفية ناس حامد بابيكر وغيرهم الآن قاعدين يكذبوا في الحلقات وفي غيرهم ناس حميدة وغيرهم قاعدين الآن يكذبوا ويزوروا على المسلمين ولذلك يا أخوانا يا ناس الناس ما تصدق أهل الضلال وأهل الباطل حتى لا تقع في هذه المشكلة يوم القيامة إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلك بأنه إذا دعي الله وحدهم كفرتم وحده كفرتم وإن يشارك به تؤمنه وقعت الجاوزة علىنا لما تجيب أبو يا شيخة البرعي البرعي خلق مع الله البرعي رزق مع الله البرعي ده أداك عين أداك شعر ضرب لونك أداك حاجة نفس أداك له البرعي بتناديه ليه؟ بعدها انت ليه بتدافع عنه؟ مش قلت البرعي والأولياء مسكين الكون وبتصرفوا في الكون وبعودوا الحنق وبشلوا الكراع وبعملوا بعمل خليه يتصرف فينا البرعي بتاعك ده لو بيعمل حاجة خليه يتصرف فينا الكباشي لو بيعمل حاجة خليه يتصرف فينا المكاشر قالوا مرج من القبر وعمل عملية في العزازي والليسي مشنوده خليه يمرق وعملين عملية ما بيقدر يعملوا حاجة ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوه ده تحدي فليستجيبوا لكم احنا هنا بنعرف بيان بالعمل فيمت ما تقول لي أبو يا الشيخ وكان وتجيب لي كرامات وقالوا وطرنا ده كله خليه جانب فيمت ان شاء الله يوم الجمعة المحاضرة في غاعة الصداة جيبوا لي من الأولياء بتعنك في غاعة الصداة نقلب لك مناظرة طوالي فيمت جيبوا لي ولا ما بنعمل مناظرة دارين بيان بالعمل شيخ من شيوخ الصوفية يوم الجمعة الجاية دارين الطيبة الجد ولا محمد المنتصر ولا الفاتحة البرعي دارين واحد أبجاكوما كبير يجينا في المحاضرة فيمت تخلق لنا ضبانة اخلق لنا ضبانة أنا بزيحارك من المنصة تخلق ضبانة لو ما خلقت ضبانة بداخل لك جوانا خارتا فيمت حاصل شان نقتنع نبقى معك صوفية بيقدروه عشان ما تكورك ساي لو بيقدر تعجبوا لنا يوم الجمعة عشان ما تفرفر ساي ربنا يخلق براه ويرزق براه ويشفي سبحانه وتعالى ويعتي بالمدد للخلايق والعباد وبعد ذا تجي تدعو في أولياؤكم المزعومين الفقراء لله سبحانه وتعالى الذين لا يملكون مع الله عز وجل ولا مثقالة ذرة لا في الأرض ولا في السماء حلقة دي ان شاء الله ستتواصل وان شاء الله نذكر الناس بالمحاضرة يوم الجمعة عز وجلكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر